السلام عليكم من الدرس ده اقدر اقولك بدأنا نخش شوية في الجد ازاي اقدر اعمل او عنصر واقدر اشتغل كهوة شوية فانا هعمل حاجة بسيطة خالص هعمل دلوقتي من اخر من اخر اختيار في الريكتانجل تول وهو البولي ستار وهاشتغل على الستار شوية وهخليني بنفس المصفات دي وعمل اختار اللون بتاعها وعمل حاجة زي كده طيب هدوز في من الكيبورد وضغط double click double click مجرد ما بضغط عليها يعني انا كده اخترت الفيل كالر اللي هو اللون وكمان الستروك قبل كده قلت يمكن ان لما بعمل اي object داخل الفلاش بينقسم اللي حاجتين او اي شي بيعنا اي شكل بينقسم اللي حاجتين بينقسم الستروك كالر اللي هو لون الخط لبرة الخارجي وبينقسم الى حاجة تانية الفيل كالر اللي هو اللون الداخل طيب انا عرفت للوقتي الشيب بتاعي مقسوم لحاجتين ممكن لو ضغطت ضغطة واحدة من جوه بفصل الشيب ده عنده ارجع ctrl z طب لو ضغطت ضغطة واحدة من برة هلاقي نفسي اخترت واحدة بس او طرف واحد او اسمها segment segment يمكن اللي عارفينها كويس قوي المصطلح ده عارفينه الجماعة بتاعي سيجمنت يعني اا يعني يعني ضلع او او يعني او حاجة من يعني ده دلوقتي كده كل لو انا اا ضغطت على واحدة واحدة بس اسمها segment دي ممكن افصلها بالشكل ده تاني اهو بادوز ضغطة وبعدين بافصل بعدوز ضغطة وبعدين بافصل ctrl z طيب لو ضغطت ضغطتين double click باقي نفسي اختارت الاستروج كله ممكن اشيله خالص عن الشكل بتاعي بالطريقة دي طيب ايه كمان كمان ممكن اقدر اتحرك بالسجمنت دي جوة او برا يعني عشان تبقى باينة هخليني بعيد شوية عن الشيب وهروح ناحية السجمنت كده خد بالك من اا شكل الماوس شكل السهم عمل لي نص دايرة باعمل كده بدا اعمل نص دايرة بقدر امسك السجمنت دي يا برا يا جوة بابدأ اتحرك بيها بالشكل ده نفس الطريقة بالضبط بالشيب بتاعي اللي جوة بالفيل كالر ده برضو بابدأ اقرب شوية الاقي نص كوز بدأ اظهر لي فراح انا كده ممكن امسك السجمنت بالشكل ده وابدأ ارسل فيها طيب ممكن اروح عند الطرف خد بالك بقى عند الهنا بيرسم لي نص دايرة على السهم هنا عند الطرف عند او عند بوز المسلس ده بيظهر لي علامة مربع او مستطيل كده عند السهم كده بقى انا ماسك البوز بتاعه واقدر اتحرك بيه بالطريقة دي طيب خديني ارجع بقى كنترول آآ زد في كل حاجة هكبر كده واخش على ممكن من برة وروح جاي من الشكل كله وروح جاي من برة كده وروح جاي واخده اهو شايف بالطريقة دي طيب انا كده اتحرك بالشكل بتاعي زي ما انا عايز وكمان روح جاي كده روح جاي كده ممكن في اي وقت افصل لو ما فيش مشاكل معين يبقى دي الطريقة بتاعتنا طيب ايه كمان في حاجة فنية شوية بروح جاي واخد وباجي من النص انا عايز اقطع ايدي من النص كده شوف انا شوف انا لما بعمل كده كله كيرف واحد انا عايز اقطع من النص اروح جاي وروح جاي ساحب شايف بيعمل النقطة تاني بعمل كنترول بادوس كنترول وابغى وروح ضغط ضغطة بيظهر لي نقطة كده النقطة دي هي اللي انا هخش بيها برة او جوا فبروح داخل جوا مسلا وعملت حاجة زي كده وروح هاي دي مزلها كده عملي ايه كيرف بالشكل اهو تاني باطلع برة وروح اعمل كده روح اعمل كده يبقى حاجة بالشكل ده زي ما انت عايز تقدر تتحكم في الاشكال بتاعتك خد بالك انت كل ما اتقنت ادوات الرسم او استعمال ادوات الرسم كل ما بقى اخراجك لحاجة بتاعتك او بتاعك او الرسم بتاعك احسن لازم تتقن معي كويس اوي الحاجات دي وانا موجود والايميل اي حد دي استفسار في اي وقت بعد حتى ما يشتري الكورس انا موجود اه رسلوني على اه انفو ات اه دوت كوم وانا برد عليك في خلال اربعة وعشرين ساعة ان شاء الله الكورسات بتاعت اه شبكة اه التعليمية احنا دايما منقول يا جماعة دي اساسيات بس هي فعلا مش اسيات هي لو انت اصفاركت على تعنيمي قبل كده هتلاقي ان الموضوع فعلا تعدى الاسيات وتعدى المستوى المتوسط وداخل شواف الاسيات طيب انا عندي هنا حكتين اهم بص لما انا بدأت اعدل على الشكل عندي حكتين بدأت يفصلي لان ده حاجة وده حاجة ده اصلا سيجمنت ودي سيجمنت ودي سيجمنت وبناطر اتحكم في الشكل بتاعي زي ما انا عايز بالشكل ده انا همسح الملف ده خالص وهزبه لك فادي وانت لما تخش على الملفات العمل او هتلاقي انت بتبدأ تعمل تطبع معايا واي سؤال بتبعتلي على طول انا برد عليه السلام عليكم